تشارك الأسر المنتجة في سوق المزارعين البحرينيين خلال شهر رمضان المبارك بعرض المنتجات البحرينية المتميزة ويعتبر سوق المزارعين منصة مهمة للترويج للمنتج البحريني حيث باتت مشاركة الأسر المنتجة إلى جنب المزارعين البحرينيين مشاركة مميزة ولافتة وشهدت إقبالا كبيرا خضروات محلية ذات جودة عالية فما كانت جودتها إلا وأن زرعت بذورها في أرض يعمل أصحابها بكل همة وجهد فيجنون خضروات محلية هي الخيار الأول للمواطنين والمقيمين لشرائها وسوق المزارعين دائما هو الداعم للمنتج البحريني فيضم تحت مضلته المزارعين البحرينيين والأسر المنتجة التي بات وجودها لافتا ومميزا منتجاتنا عبارة عن دقوس ومعبوت وخلطات حارة تحطونها تضيفونها على الأكل مباشرة في السندويشات تغميسات وفوق العيش مباشرة وتقدرون بعد تحطونها في خلطاتكم فمن الخضروات الطازجة والطرية تتمكن الأسر المنتجة من عمل مأكولات وخلطات خاصة بها تضفي نكهتها على مختلف الأطباق ولا يكتمل إعداد هذه الوصفات والمأكولات دون أن تدخل عليها البهارات ذات الرائحة الطيبة التي تفننت في صنعها أيدي بحرينية ذات مهارة عالية مشتركان في المزارعين عندي بهارات عندي أشياء ويدي أنا مساوية كل شغل به شغل نظيف حياكم الله طبعا نحن نكون نجي سوق المزارعين عساس ندعم الأسر المنتجة ودائما نجي ليهم يعني الحمد لله وإلى الله يعني يفتحها عليهم ويرزقهم يعني الأسر المنتجة لازم نكون نحن ندعمهم كبحرينيين ومنتوجات بحرينية والحمد لله يعني وانتوجات مالهم كلش زينة ولذيدة في الأكل الحمد لله هذه العينات غيض من فيض كبير أعدتها الأسر المنتجة المشاركة في سوق المزارعين البحرينيين الذي نجح في أن يكون وجهة للعديد من العوائل وأن تسجل زيارته ضمن جدول الزيارات المهمة للعائلة كل أسبوع مع اختلاف المحاصيل الزراعية وتعددها في سوق المزارعين إلا أن للأسر المنتجة نصيبا من المشاركة بمختلف المنتجات المميزة التي صنعت بكل إتقان لتصل إلى ذائقة المتسوق وتنال على إعجابه إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين